بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبة أموركم هانية نتمنى يربي تكونوا كاملين بألف خير وصحة وسلامة يا رب اليوم إن شاء الله غد نحضروا مائدة غداء بأطباق صيفية متنوعة بالخضر المخمرة اللي كنت حضرت معكم يعني كيفاش نوضف الخضر المخمرة بتحضيراتنا يعني اليومية حضرت بأسلطة ديال الكينوة كتجي هائلة أيضا كيش ديال البروكلي كيجي رائع جدا وصلطة ما بين حلو المالح ديال الباربة أو للبنجر والجزر ثلاث شهيوات رائعين خفاف طراث في المتناول ويعني فرصة أنكم تعرفوا على الخضر المخمرة وطريقة توظيف ديالها هنا الخضر ديالي خليتها 15 يوم هذا الليشو اللي كانت في شوية ديال الليشو اللي كانت شاطلي الليشو بيض وليشو البنفساجي أو للكرامبل البنفساجي مع الكرامبل الأبيض اللي كنت خمرت يعني أنا دقته المدق دياله هائل جدا بعد 15 يوم يعني بعد ما حلت عليه المدق دياله رائع جدا وواجد للأكل وهذا البنجر أيضا المخمر هذا اللي خمرت غير بالملح فقط يعني بدون إضافة ماء هذا أيضا مدقه رائع شوية محمد يعني اللي بغي يهرس ديك الحمودة غادي يزيد لها العسل كيف غن دير أنا وغادي نستغل أيضا البروكلي يعني كنفتحوا القراعي وهذا ديك الوراق ديال الكرامبل اللي كنت غطيت بهم القراعي ديالي وحاولوا ما أمكن من قسوش الخضر باليد خاصة إذا كانت يعني غادي نخزنوها يعني حاولوا ما تديروش يديكم في القرعة أنا تقريبا رأس استغلت المحتوى تقريبا كامل إلا هذا البروكلي اللي استغلت غير النصف ديال القرعة ما نجبدوش بيدين الخضران حاولوا نديروش حاجة يعني ناشفة معلقة ناشفة معلقة ديال العود ونمسح القرعة ديالي بهالطريقة الجوانب ديالها والمتبقي نحتفظ بين التلاجة وقت ما حتى جيتون نلقاه هنا عندي البروكلي المخمر يعني 15 يوم هائل في المدق دياله رائع ديك الطيبة ديال التومة وديال هادك يجي بها غسال السلطة اللي غد نحضر بها هي سلطة الكينوه أنا عندي تقريبا وحد الكأس ديال الكينوه مزيج ما بين الكينوه البيضاء والحمراء الكينوه دا برام توفرة في الأسواق كتبحتها في مرجان وفي أسيماء وكخفوق والفوائد ديالها يعني غنية بالبروتين وهذا رائع جدا كنغسلوها ضروري ما تغسلهم زيان وطيابها بحل طياب ديال الأرز دماما يعني كأس ديال الكينوه غندير فيه جوش كؤوس ديال الماء وشوية ديال الملح وغاد نوضع على النار مطبع الحلغة كرانا مكتم مغطي الكاسخول لا رغير كنحيدا في مليكان بغن نصور كتغطيو عليه وكتخلي واحد تكتشف تكتشكل ديكتوقها يعني متل طهي الأرز سافي كتتشرب الماء بالكامل غاد نخليها تبردوا في هاد الأثناء غاد نحضروا الكيش حتاجت لي كأس ديال الزيت وكأس ديال الماء وهدي العجين الموع اعتمدة عندي في البيت معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز معلقة صغيرة ديال الملح كنتر بهم وغاد نضيف ليهم أربع كؤوس ديال الدقيق يعني هاد دي سهلة في التحضير ديالها وكي يجيب هالكيش مقرمش وهائل يعني وبدون عناء هاد المقادر سيعطيو جوش كيشات من هاد القياس أنا دائما بيكنكن عاجنة عاجنة دائما كان عجن هاد الكمية وكننقسمها على جوش وحدة كانتستغلها والثانية كانتخزنها في المجمد وقت محتاجتها يعني تلقاها واجدة كيف قلت كأس ديال الماء كأس ديال الزيت بنفس القياس غادي تاخدو بنفس القياس ديال الكأس بأربع كؤوس ديال الدقيق معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز ومعيلقة صغيرة مع مرش ديال الملح وممكن تنسموها يعني بالمطارد بعد المرش كانتسمها بالخردل يعني شنو ما بغيتو بالبزار الفلفو الأسود يعني شنو ما بغيتو قسمتها كيف قلت على زوج والنصف بسطو به هاد الشكل وغادي اللبسون هاد المول يعني كنحاول ونقعدوه حتى كنلبسوه المول بالكامل وغادي نتكو بالفرشات وما نتقبوش بزاف يعني باش ما تهبطش لنا لابا غايا كيش ما تهبطش لنا القعر وكيف قلت المتبقي غادي نجمعوها كده نكمسه في الفيلم ونخزنه في المجمد الكيش هناخديت مقنات وضعت فيها تقريبين 1 ثلاثات المعنق ديال زيت الزيتون ووحد الحبة ديال البصل يعني البصلة كبيرة هكذا مقطعام وكعبات وغادي نشحرها ريتما تنزل وتدبال لنا مزيان هاد البصلة وغادي نضيف لها هنا عندي تقريبا ميتين وخمسين جران ديال الكفتة كفتة الدجاج متبلة تعتامدو اي كفتة انتم مع عندكم وغادي نشحرهم ثم الراح تكت فرست لنا ديك الكفتة وكالطيب وبالنسبة للتوابل ضفت لهم فقط الملح والفلفل اسود يعني باش تبلت للكفتة ديالي فقط الملح والفلفل اسود يعني باش تخليوها بدك الطيبة ديالها منطبع الحال كتكون ناشفة من الزيت ضفتها للعجين ممكن تخليو العجين يرتاح ممكن تلبسوه المول وتخليوه في المجمد يعني لكم الاختيار وغادي ناخد داك البروكلي منطبع الحال يكون بس اقتر مزيان يعني يحاولوا انكم تقطروهم زيان من داك الماليك يكون فيه وغادي نوضع الشجيرات بهد الشكل نوزعها على المول بالكامل تايجي ما داكو هائل ديك الطيبة ديال القصب رياباس والتومة ورقة موسة وهذا تايجي ما داكو هائل تكلغير هاكده في الصلاطة كيجي رائع لابا غايا كيش غادي نحتاج لها ثلاث حبات ديالبيض على هاد البيض غادي نضيف لها كأس ونصف ديال الحاليب اللي عندها القشدة الطارية متعبت الحارة كيجي غزالة واحتم الحاليب جات هائلة كأس ونصف ديال الحاليب رشة ديالملح واحد الرسل معلقة ديالملح رشة ايضا ديال الفلفل الاسود اولى اللي بزار وغادي نضيف لها يعني باش كتجي اسفنجليا وقونفلي ضروري ما غادي نضيف لها واحد معلقة صغيرة ديال خميرة ديال الحلويات ومعلقة كبيرة ديال نشط دورا يعني باش مجيش لابا غايفازقة كيف كان نقول باش جي ناشفة يعني بهاد المعنى غادي نطرب هاد المكونات كاملين وغادي نضيفهم الكيش يعني كنخدموهم حتى كنساجمو لنات العناصر مزيان سافوا غادي نضيفهم الكيش وهاد المقادر رهو مع عبار وان شاء الله المقادر كامل كامل عدغة القوامة بوتف صندوق الوصف اخر حاجة غادي نضيف لها واحد الرشا ديال الجبن من الفوق جبن احمر وغادي ندخلها على الفرن ساخن درجة الحرارة ديالو ميتين دراجة ناز نار يعني من الاسفل ومن الاعلى ونخليوها الطيب تقريبا واحد خمسة وثلاثين حتى الاربعين دقيقة غادي نغطيو الوجه باش ما تتحمرش لينا ونخليها الطيب على المهل حتى كتطيب وعاد نحيدو لهذا الغيطاء ونخليوه يتحمر لها الوجه ديالها الكينوه كيف شوم بعد ما بردت تماما راها كتجي مفردة كتجي يعني هذا ما كتتعجن ما تتشي حاجة هذا هو الشكل ديالها والكينوه كيف قلت غانية بالبروتين اللي ولدت لي متى يكلوش الحام وهذا حاولوا تدخلوا لهم الكينوه في الوصفات ديالهم يعودهم على البروتين لهذا وايضا صحية عندها عدة منافع لهذا السلطة ضفت لها دورة وهذه دورة معلبة يعني تحضير منزلي وهذا الكرامب البنفساجي والابيض اللي كنت خمرت يعني فقط كنصفهم الماء وكان حاول نحاول حيض منزلي الحبوب ديال القصبر يابس وغادي ناخد واحد نصف حبة ديال بصلة غادي نشالله بهذا الشكل وغادي نضيفها للسلطة ديالي وجات بها السلطة هائلة يعني جاتك الكرامب مع الكينوه والدراو هادا جغزال تتبيلا خديت جوج مع القديل زيت زيتون ممكن ديله أكتسل أكتر واحد مع القديل الخل رسل مع القديل الملح ورسل مع القديل الفلفل أسود كنخلطوهم زيان بهذا الشكل وغادي نضيفهم للسلطة وهاد تتبيلا ما كنضيفها يعني تل آخر مرحلة مليغا نكونوا سفي قربنا ننزله السلطة في المائدة اخديت هاد المول سفي وضعت فيه السلطة كنضغط بهذا الشكل باش تاخد لنا الشكل ديال المول من باب يعني التزيين دائما العين راه كتاكل قبل من البطن كنحاولو نقادو ديك طبيلة ديالنا بدك الشي اللي عندنا يعني دك الشي اللي هادا كنحاولو نقادو نحطوه بشكل جميل ومتناسق السلطة الثانية اخديت هنا واحد جوج حبات ديال تفاح نعندي تفاح صغير وحكيتهم بهذا الشكل يعني كتحكوهم غليد واحد شوية واحد الحبة ديال الجزر ايضا كتبشروها بهذا الطريقة وهادي غدا نضيف لها البنجر او للباربة المخمرة ضفت تقريبا وحد نصف القرعة هادي اللي كنت خمرت كيف قلت غرب غرب الملح وشوية ديال الزيت ملفوق يعني ما ضفت لها لا ملوالو وباش نوازن الحموضة اللي فيها غدا نضيف لها مع القاح تنزوج ديال العسل دائما القرعة ملي كان سليو منها كان بسحولها الحواف كان عاودوا نغطيوها وهادي تخزن في تلاجة غير في تلاجة الاسفل يعني احتل الاستعمال الثاني ضفت العسل وضيفه مع القاح تنزوج يعني كتوازنوا الضوء يعني كتقادوا الضوء حسب الضوء ديالكم انا سقريبا نجوج مع القاح تنزوج مع القاح تنزوج مع القاح تنزوج مع العسل اللي ضفت ونزلتها في كؤوس فردية بهذا الشكل كتجي سلطة يعني ما زيش ما بي الحلو المالح كتجي هائلة منفعة وصحية وممتازة الناس اللي عندهم الفقر الدم يعني تناولوا هاد السلطة بكترة لانها غنية غنية بالمنافع زيينتها هكذا بياغورت بيرلي او لاجوبن طاري بهذا الشكل وحبة انصاف حبات ديال الجوز تزيين يعني حسب شنو ما عندكم وهدو هما شهوات نايا هدو ولكيش من بعد ما اخرج من الفرن كي يجي مدهب رائع ودك البروكلي فيه ما عندك الكفيتة وهذا ما نقول لكم شما داقو جهائل هائل جدا والسلطة ديال الكينوة هدا هو الشكل ديالها زيينت لها الوسط ديالها بدك البروكلي يعني ما يحتاج مازال لطياب لاتشي حاجة كي يجي مدقو غزال محمد ورائع والسلطة ديالبانجار ثلاثة شهوات خفاف دراف المتناول رائعين وهدو هما الطرق باش كنستغلوا الخضر المخمرة نتمنى الاخوات اللي كانوا طلبوا وان شاء الله غدي نشوفوا طرق اخرى لاستغلال الخضر المخمرة يعني في وصفتنا اليومية بهكده حلقتنا دياليوم غدي تكون سلاة شكرا للمتابعة وانتظروني في الحلقة المقبلة باذن الله